شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة في فعاليات دورة القيادة التكتيكية والتي عقدت بين الجانبين المصري والفرنسي على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية اجتملت الدورة على عقد محاضرات للتخطيط والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة بهدف توحيد أسلوب التخطيط وتطوير التكتيكات الجوية وفق أحدث التطورات في علوم الطيران لتأهيل قائد مهمة قادر على قيادة تحالف لعدة جنسيات وترازات طائرات مختلفة من خلال اتباع الأسس العلمية القتالية المتطورة وذلك لإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة واقتدار وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التكتيكية نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوي المشترك آمون 23 واجتملت الدورة على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث ترجمة نانسي قنقر